السلام عليكم إليكم حلقة جديدة على قناة فكرة خابير أمني فلسطيني يكتشف ثغرة خطيرة في تطبيق سنابشات تهادد خصوصية المستخدمين اكتشف المهندس الفلسطيني أحمد بطو المختص بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ثغرة في تطبيق ترسل المصور سنابشات وهي الثغرة التي قال إنها تتيح إضافة أي شخص بدون موافقة الطرف الثاني والاطلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه وأوضها أحمد بطو الخبير الأمني لدى شركة ميغانات للاتصالات أن الثغرة خطيرة جدا وتتيح القراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد وأشار الخبير الأمني الفلسطيني إلى أن المشكلات الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات والتي وصفها بالمجنونة في الفترة الأخيرة لتطبيق سنابشات بدون فحص عميق من الناحية الأمنية وأضاف أحمد بطو إلى أن سعي سنابشات لمنع تطبيق إنستغرام من التفوق عليه بعد التحديثات الأخيرة يشكل خطورة كبيرة على سنابشات ويجعل القراصنة يستهذف قائمة مستخدمي سنابشات الذين تسربت معلوماتهم في وقت سابق والأسماء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا وأكد الخبير الأمني أن الثغرة ليست هي الضرر الوحيد الذي قد يصاب به الضحية حيث تتسبب عملية اختراق باقتحام خصوصيته وابتزازه مع الوقت ولم ينجح مطوروس نبشات إلى الآن من سد تلك الثغرة حسب التأكيدات المهندس أحمد بطو الذي حاول الحديث مع فريق الخدمة الأمني إلا أنه فوجئ بإغلاق حساباته الاختبار الخاصة به واعتبرها بالعنصرية لكونه فلسطيني وحضر عنوان بروتوكول انترنت IP الافتراضي الذي استخدمه لتجربة الثغرة يذكر أن أحمد بطو ليس الخبير الأمني الأول الذي انتقد طريقة تعامل سنابشات مع المبلغين عن الثغرات حيث قامت شركة أمنية من قبل بالكشف عن ثغرتين خطيرتين في الخدمة بعد تجاهل الخدمة للبلاغات التي قدمتها عن هاتين الثغرتين ويشار إلى أن مسؤولي سنابشات كانوا قد قاموا خلال فترة القليلة الماضية بعدة تحسينات أمنية في الخدمة بعد ازدياد التبليغات فيها ويذكر أن المهندس أحمد بطو كان قد أطلق في العام الماضي تطبيقا ذكيا جديدا باسم ستيف كيدز قال إن الهدف منه معالجة مسألة نسيان الأطفال في السيارة وهو متوفر لنظام التشغيل أندرويد تجدونه في بلاي ستور أو جوجل بلاي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية